الف مبروك لنجمينة يحيى الدرعي نجمة منتخب مصر والمحترف في نادي فيس بريم المجري النهاردة صعد لنهائي كاس العالم للاندية بعد الفوز على برشلونة ويحيى الدرعي تلع هو رجل المباراة بعد ما احرص سبع اهداف وعمل تلات اسستات لفريقه المجري النهاردة اول مرة يصعد مع فريقه المجري البطولة بعد ما لعب مع فريقه المجري فيس بريم ميت مباراة دي المباراة المية ليه طبعا الف مبروك ليه لانه طبعا خير احتفال بالمئة قوية معنا دي ان هو ي يصعد لنهاء يكسل علم للاندية ما احلى احتفال وكمان النهاردة توج مجهوده ان هو يكون رجل المباراة مباراة كانت عصيبة جدا المباراة انتهت بالتعادل في وقتها الاصل بنتيجة تسعة وعشرين تسعة وعشرين بعدها لعب وقت اضافي اللي وقت الاضافي استطاع فيسبريم ان هو يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة تسعة وتلاتين مقابل اربعة وتلاتين وطبعا كل الامنيات الطيبة للنادي الاهل ان هو يحصل ان شاء الله فيسبريم ويحصل يحيى الدرع ويبقى النهاء ان شاء الله بازن الله في نجهة مصرية لان الاهل مصري ويحيى الدرع مصري وكلنا ان شاء الله نكون بنشجع طبعا الاهل عشان يتوج بالبطولة ان شاء الله الاول مرة في تاريخ كاس العالم للاندية لكن النهاردة هنتفرج ونتابع بعد شوية على الاهل ومجد برج ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهل ويقابل يحيى الدرع في النهائي النهاردة يحيى الدرع بفعل كان بطل واثبت لهم فعلا اللاعب كرة اليد المصري ملوش مسيل وفعلا هو خير محترف لنا وخير ممثل لنا كل الامنيات الطيبة ان هو يكون كمان مستوى كده مع منتخب مصر هو طبعا نجم منتخب مصر الاول او نجم منتخب مصر مع نجوم كتير موجودين لكن عايزين نفس المستوى مع منتخب مصر ان شاء الله بإذن الله في البطولات الجاية ونعود طبعا اللي حصل في الالومبيات اللي ما كانش طبعا بايد اي حد لكن كان النصيب كده وكان نحظم نقبل اسبانيا لكن النهاردة يحية الدرع بيقول حاجات كتير جدا وبيبعت رسائل كتيرة جدا وان شاء الله المحترفين المصريين في الاوقات الجاية هيكونوا في gummies في الفرق العالمية طبعا احنا عندنا محترفين كتير لكن ان شاء الله كمان يبقى فيه محترفين اكتر واكتر كل التوفيق والامنيات الطيبة للمحترف لنا وكل التوفيق والامريات الطيبة للاندية المصرية اللي مشرفونا سواء الاهلي كمان الزمالك شرفنا النهاردة وفاز برضو في المباريات الترتبية كل توفيق لاندياتنا وكل توفيق للاعبتنا وان شاء الله بازن الله من النصر النصر اتمنى يكون الفيديو عجبكم.